تتواصل القطاعات الحكومية في الجوف بل تواصل التأكيد على التزام المواطنين بقرار منع التجول وللحديث أكثر انضم معنا من الجوف مراسل الإخبارية الزميل عبد الرحمن إبراهيم عبد الرحمن مساك سعيد ولا شك أن حظر التجول هو في صالح المواطن كيف ترى التزام أهالي الجوف الكرام بهذا الحظر أهلاً محمد وأهلاً بإطلال ذلك المتجدد دوماً على قناة الإخبارية شكراً نرصد لكم اليوم عبر قناة الإخبارية وعبر كاميرا الإخبارية نرصد لكم جهود الدوريات الأمنية في متابعة وتطبيق قرار منع التجول وكما تشاهد والمشاهد الكريم هذه أحد النقاط الأمنية التي يتواجد فيها رجال الأمن لمتابعة تطبيق منع التجول وبالطبع أتأكد من القطاعات المستثنى والحاملين للتصاريح خلال فترة منع التجول واستثناء القطاعات الحيوية المستثنى في القرار الصادر وحتى نتحدث بشكل أكثر تفصيلي عن الجهود الميدانية لدوريات الأمن ضيفي اليوم سعادة مدير دوريات الأمن بالجوف العقيد مهدي البقومي شكرا لتواجدك معنا بداية لو تطلعنا على جهودكم الميدانية في متابعة وتطبيق قرار منع التجول بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين في البداية أحب أن نوه بالنسبة للإجراءات الداخلية لدوريات الأمن حرص الأمن العام على سلامة رجل الأمن بعدة إجراءات ممثلة بالإدارة العامة لدوريات الأمن بعدة إجراءات من ضمنها توفير جميع وسائل اللقاية الصحية ككمامات والقفازات وكذلك المعقمات الطبية حفاظا على سلامة رجل الأمن هنا أثناء مباشرة عملنا يتمكن من أداء مهمه بكل كفاوة تدار أثناء مهمه الميدانية أما بالنسبة للإجراءات الميدانية في تنفيذ الأمر السامي الكريم منع التجول بمنطقة الجوف عملت دوريات الأمن منطقة الجوف بجانب الإدارات الأمنية الأخرى كمنظومة أمنية واحدة بإدارة رئيس اللجنة الأمنية سعادة مدير شطط منطقة الجوف وكذلك بإشراف ومتابعة مباشرة في مهام دوريات الأمن من قبل سعادة مدير الدارة العامة لدوريات الأمن ومعالي مدير الأمن عام وتوجهات سيدي صاحب السمو الملكي أمير منطقة الجوف وسمو نائبة وسمو سيدي وزير الداخلية بتسخير كافة الإمكانات البشرية والآلية والفنية لتنفيذ تلك الأجراءات الاحترازية ومنها منع التجول لتحقيق الهدف السامي اللي هو سلامة المواطن والمقيم وإسارهم من منطقة الجوف وجميع مناطق المملكة عقيد مهدي لو تطلعنا أو كيف تقيس مدى التزام المواطنين والمقيمين بقرارات منع التجول نعم هذه الناعة أريد أن نوع في البداية أشكر جميع المواطنين والمقيمين من منطقة الجوف وهذا شيء غير مستغرب منهم تعاونهم والتزامهم بلوامر التعليمات الاحترازية واندل على وعيهم وهذا التعاون كان له دور كبير في تسييل مهامنا كرجال الأمن بالميدان ولهم مني كل الشكر والتقدير والاحترام شكرا لك عود لك محمد هذه كانت إضاءتنا البسيطة عن جهود دوريات الأمنية في منطقة الجوف لمتابعة وتطبيق قرارة منع التجول